اشتركوا في القناة وكذلك الحديث عن المواجهات المباشرة هتبقى ازاي في نظام القرعة اللي بقرة او يوم الخامس هيكون فيه تفاصيل مختلفة تماما طبعا بارح حصل لغط عند البعض لما اتكلمنا في بعض الدول او الاندية الاوروبية وطبعا عشان الناس ما كانش لسه عندها التفاصيل كاملة فحصل يعني تقدر تقول لغط او خلط ما بين فكرة ان اليوفي وريد بول ساليسبورج النمساوي دول بقى في التصنيف التاني لان الوعي رقم بي كله هيبقوا ثمن اندية اوروبية والاطون نزل في الوعاء سي فريق بوكا جونيورز الارجنتيني وبوتفوجو البرازيلي وده اللي هدف الاتحاد الدولي عايز يعمله عشان ما يبقاش فيه مواجهات مع فرق اوروبية مع فرق امريكا الجنوبية بيبعد المنافسات مبكرا عن شكل وترتيب فرق المجموعات لما يتعمل القرعة باذن الله يوم الخامسة نبدأ مع بعض ونستعرض رسميا الكلام اللي احنا قلنام بارح النهاردة غلاص تم التصديق عليه رسميا ونبدأ مع بعض وعاء ايه وعاء ايه ده الفرق المصنفة التصنيف الاول اربعة من اوروبا منشستر سيتي الانجليزي ريال مدريد الاسباني باير نميونيخ الالماني باريسان جرمال الفرنسي فلمينجو وبالمراسي البرازيليان وريفر بليت الارجنتيني وفلومينزي البرازيلي ده الوعاء ايه ده الفرق المصنفة رقم واحد نروح للوعاء بيه وتم الاتفاق اللي نوعاء بيه كله انداء اوروبية تشيلس الانجليزي بروسيا دورتو مند الالماني انتر ميلا الايطالي بورتو البرتغالي اتليتكو مادريد الاسباني وبينفيكا البرتغالي يوفينتوس الايطالي وريد بول ساليسبورج النمساوي ناس كتير تستغر بازاي ريد بول ساليسبورج في التصنيف التاني والآله تصنيف تالت وفرق شاسع ما بين تاريخ ده وحتى على مستوى البطولات هو اعتبر ان بطولة اوروبا اقوى من افريقيا وامريكا الجنوبية فالداها على طول مساحة اكتر في التصنيف الاول والتاني نروح للوعاء سي التصنيف التالت بوكا جونيورز الارجنتيني بوتافوجو البرازيلي الاهل المصري الوداد المغربي الهلال السعودي قولسان هنداي الكوري منتري المكسيكي وكلوب ليون المكسيكي طيب هتنزل بقى كده بقى في الوعاء دي التصنيف الرابع هتلاقي بقى ايه الترجل وساندونز ليه لانهم تصنيفهم على مستوى الافريقيا اقل من الاهل والوداد ونفس الامر بالنسبة للعين واراوى ريد ديمونز الياباني ولما توح كمان على باتشوكا المكسيكي وسياتل ساونرز الامريكي واوكلاند سيتي نيوزلندي وانتر ميامي الامريكي اوكي دي خلاص تصنيف الاندية للتين وثلاثين كل واحد دلالت تعرف كل نادي موجود في اي تصنيف طيب القرعة هتتعمل ازاي قبل ما ادخل في باية التفاصيل اللي معايا اولا فرق امريكا الجنوبية مش هتقع مع بعض خالص في دور المجموعات ودي معلومة جديدة بنقولها النهاردة من خلال براميج التريند فرق امريكا الجنوبية زي افريقيا زي اسيا زي الكونكا كاف زي المحيط الهادي الاوكيانوسيا مش هيقع مع بعض يعني الست فرق من امريكا الجنوبية مش هيتواجدوا في المجموعات مع بعض هيتم توزيحهم طيب ازاي بقى اولا تم استخدام تصنيف القرات لكاسل عالم لتحديد ترتيب كل فريق داخل اتحاد القري يعني داخل الوعاء اللي هتحط فيه وتخصيصه للوعاء المقابل لو انت في التصنيف الاقل زي ما تحط الالي والوداد في التصنيف الثالث نزل الترجل وساندونز في التصنيف الرابع زي ما تحط الهلال السعودي وأولسل هنضاي في التصنيف الثالث جاء على طول العين وفريق الياباني في التصنيف الرابع طيب لا يجوز أن تتواجد فرق من نفس الاتحاد القري في نفس المجموعة باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فقط المجموعات هيبقى فيها فرقتين من أوروبا التصنيف الأول فيه أربع أنداء من أوروبا التصنيف الثاني فيه ثمان أنداء من أوروبا فأورادي كده كده على الأقل هيكون فيه أربع مجموعات كل مجموعة فيهم فرقتين من أوروبا ولكن مش هيبقى فيه مجموعات فيها فرقتين من أوروبا ولا فرقتين من أفريقيا ولا فرقتين من أسيا يعني الأهلي استحالة تلاقيه مع الترجي أو الوداد انتر ميام الأمريكي استحالة تلاقيه مع سياتي الساود هندر الأمريكي استحالة هو عامل توزيع جغرافي وعامل أكثر منه عشان يبعد الأندية اللي ممكن تكون من نفس البلد أو من نفس القرى الحاجة الوحيدة للساسنائية الاتحاد الأوروبي هيكون فيه أربع مجموعات فيهم فرئتين من أوروبا واللي موجود في التصنيف الثالث والرابع هو هو حظه بقى يقع مع فرئتين من أوروبا يما يقع مع فريق من أوروبا مع فريق من أمريكا الجنوبية اوكي قدامكم حتى هو على الشاشة آخر حاجة لا يجوز أن تتواجد فرق من نفس البلد في نفس المجموعة عندنا في الاتين سياتل ساودرز الأمريكي مع انتر ميامي في منتري في كلاب ليون فبالتالي ده شكل توزيحة المجموعات اللي هتكون موجودة في مصار هيتعمل في القرعة بحيث أن فرق أمريكا الجنوبية لو تصدرت المجموعات متقابلش بعضها إلا في السيمي فاينال تاني في فرق في مصار هيتعمل أن فرق أمريكا الجنوبية لو تصدرت المجموعات ما تتقابلش إلا في السيمي فاينال لأن في النهاية ده ترتيب المباريات وهندل حضراتكم مثال مثلا لو الأهلي خلاص اسري خلاص عرفنا الأهلي هو تصنيف التالت اسري أو بيسري أو سيسري أي أن كان المجموعة يعني أول ماتش للنادي الأهلي هيكون مع المصنف الرابع يعني الأهلي في أول مباراة في البطولة يما يلعب مع أرواز الياباني أو العين الإماراتي أو باتشوكا المكسيكي أو سياتي الأمريكي أو أوكلاند سيتي أو انتر ميامي اللي فيه ميسي وسوارز إذن أول مباراة الآلي مع المصنف الرابع تاني مباراة هيصطدن بالمصنف الأول يعني لو معك انتر ميامي وريال مدريد أول ماتش مع انتر ميامي المباراة التانية مع ريال مدريد وتختتم المباراة بمواجهة الفريق اللي هيكون في التصنيف التاني وطبعا هيكون فريق اوروبي ايزا واعتمع ريا المدريد او الستي والبايرن ويباريس سانجرمال ان التصنيف التاني وعاق بيه كله تمن اندية فرق اوروبية تمام؟ ده بالنسبة لشكل القرعة بالمناسبة ايزا اقول لحضراتكم ان القرعة هتبدأ الساعة 8 بتوقيت القاهرة ومدة القرعة على الهواء مباشرة ساعة اوروبا القرعة مش في عشر دا ولا ربع ساعة القرعة فيها مجموعة من الايفنتات والمفاجآت المدوية مش هحرق المفاجآت لغاية لما الفي فيانا عشان بنبوص القرنفال اللي هيتعمل يوم الخميس ولكن مدة البث المباشر لقرعة مونديال الاندية ساعة اوروبا هيبدأ 8 بتوقيت القاهرة 8 مساء يخلص 9 اوروبا مش هايزال لكم بقى الكبار الديوف والزوار والنجوم اللي هيسحبوا مرسم القرعة لك ان تتخيل لما تلاقي نجوم سوبرستار سواء بيلعبوا او اعتزلوا موجودين في الايفنت جياني انفنتينو مع الولايات المتحدة الامريكية بيحضروا لمفاجآت كبيرة جدا في هذه البطولة وشافين طبعا دي الملاعب اللي هتصطديف المباريات بإذن الله في الفترة من 15-6 إلى 13-7-20-25 كده يبقى احنا غطينا لحضراتكم كل تفاصيل القرعة من ايه تزد بالتصنيف مين هيقابل مين مين بعيد عنك مين هيقرب منك مين حتى في الأدوار النهائية هتبدأ بمين وتختم بمين في دور المجموعات حتى المعسكر هتبقى فين وتسافر امتى عشان تلعب المباريات حسب نظام القرعة اللي هنشوف في يوم الخميس لانها هتعرف مجموعتك ايه والمجموعة دي هتلعب في اي ولاية وبالتالي انت هيكل لك معسكر في مكان قريب منها عشان تسافر ليلة كل مباراة تلعب وترجع لي المعسكر بتاعك عندي موضوع تاني مهم جدا بقى مختلف عن موضوع قرعة مونديال الان دي انا لسه معاكم على الهواء مستني بقى تفاصيل المكافئات المالية اذا النهاردة اوكي او بكرا ان شاء الله هنكون معاكم اول بول اول ما يكون فيه ارقام رسمية من مصادرنا اللي بنسك فيها عشان اقولها لحضراتكم عشان يبقى فيه يعني كفر التفاصيل مع حضراتكم بس بقول لكم الارقام ارقام محترمة الفيفا صارف ومكلف كويس قوي في البطولة دي صارف صارف من حيث عدد الافراد البعثة اللي هتسافر مش هتكلم في ارقام او عدد دلوقتي يعني من حيث مستوى المعيشة والاقامة اللي هتكون في القتلات والفنادق في الولايات المتحدة الامريكية طبعا ناكل اقامة والاقعاشة على اعلى مستوى ولكن انا بكلمكم ان الفيفا عامل بطولة يعني سبع نجوم مش خمس نجوم بس فالمكافئات هتسمعوا ارقام باذن الله ممكن يعني تحل مشاكل اتحادات واندية لخمسين ستين سنة قدام ولكن باذن الله هنقول لحضراتكم كافة التفاصيل دي